تلقى رئيس عبدالفتاح سيسي اتصالا مرئيا من رئيس وزراء جمهورية ماليزيا أنوار إبرايل أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين تباحث حول جهود تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات خصوصا التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وأضاف المتحدث أن الاتصال شهد أيضا تبادل الرؤى بشأن أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقد أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشوري في المحافل الدولية للتعامل مع القضايا المختلفة ومن بينها مكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات بما في ذلك الفكرية والثقافية حيث أشاد رئيس الوزراء الماليزي بدور مصر في هذا الإطار مثمنا القيمة الكبيرة للأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية الوسطية في مصر ودورها الرائد ترجمة نانسي قنقر